موسيقى حياكم الله بمجرد اتخاذ القرار من قبل الطبيب بضرورة اجراء عملية جراحية فان التحضير للعملية الجراحية يكون قد بدأ من هذه اللحظة ويجب تحضير اي مريض بشكل جيد مهما كانت العملية بسيطة ويقترح طبيب التخدير بالاتفاق مع الطبيب المعالج افضل خيار للتخدير لك بناء على نوع الجراحة التي تخضع لها وصحتك العامة للمزيد ينضم الينا في السيديو الدكتور علي زهران اختصاصي تخدير وعلاج القلم صباحك الله بالخير يا دكتور انا انا كنت تحت الهواء قبل ما نبدأ اللقاء قاعد اعبر للدكتور قد ايش انا اخاف من اطباء التخدير ومن موضوع التخدير يعني فانك هذا شعور عام لانه دائما نسمع انه في ناس تحصل له مشاكل في العمليات بسبب اخطاء من التخدير طيب ايش ابرز الاخطاء التي قد تحصل اثناء التخدير طبعا في البداية برحب فيكم التخدير هاي الايام يعني يتصف انه امن جدا بصرفة عامة حتى المرضى اللي بيخضعوا لعمليات جراحية وبكون حالاتهم الصحية خطيرة جدا ممكن انهم يمروا عن طريق التخدير بدون ما يتعرضوا لاي مخاطر او اي مضاعفات بعد التخدير وحسب الجمعية الامريكية لطباء التخدير صنفت الخطورة بعملة تصنيف من واحد لخمسة وان تو تري فور فايف اي اس اي فاني لو نيجي تطلع على النسبة الخطورة من التخدير بتكون في الاس اي وان اللي هي اخف خطورة للمريض اللي ما عنده اي مشاكل صحية وسليم وجاي يخضع لجراحة بتكون تقريبا بوينت فور من الف يعني ممكن تحصل لكل نص انسان او اقل حتى من نص انسان لكل الف يعني كل الفين شخص ممكن تحصل معهم واحد منهم اي مشكلة حتى لو كانت مشكلة بسيطة والاسوأ او يعني اكتر الخطورة هي بالاس اي فايف وقد تكون مجرد تسعة ونص من الف يعني تسعة اشخاص ونص بالالف فهي نسبة كتير قليلة وذلك يعني طبعا لتقدم الكبير اللي حصل في ادوية التخدير اجهزة مراقبة التخدير اجهزة التخدير نفسها اللي اختلف الدكتور علي يعني اليوم خليني انا اقول لك ان الناس اصبح فيها في عندها فوبيا لانه تسمع انه والله هذا المريض اللي دخل العملية مات بسبب التخدير او خطأ بتقدير الجرع المعطى له كيف تدافع عن زملائك في هذه المهنة طبعا الاخطاء اللي بيسير او المضاعفات اللي بيسير من التخدير ممكن تكون مضاعفات بسيطة مثل يعني قيح حك شوية صعوبة في التنقل هذه مقبولة مقبولة جدا وعادة يعني يكون الحل تبعها بيكون مجرد ساعات او ايام حتى ولكن في هناك خطورة اكبر اللي هي ممكن يسير فيه جلطات دماغية توقف القلب يعني اشياء اكتر خطورة قد يعني تكون لها تأثير قوي على يعني قبلية الحياة طب ليش ممكن تحصل هذه الاخطاء دكتور الجلطات الدماغية والمشاكل حسب الحال المرضية للمريض اولا واذا جينا نعمل مش خطأ من الطبيب لا ممكن يكون خطأ من الطبيب طبعا اكتر الاخطاء اللي عمالها بتحصل هاي الايام بشكل عام حسب الدراسات الموجودة هي human errors اكتر من انها اجهزة او حتى ادوة او حتى techniques يعني حتى التكنيك خطأ تقديري خطأ في بشري الخطأ البشري يكون عادة مخسوم لقسمين اما خطأ lack of knowledge يعني الطبيب ما عرف يشخص الحالة مظبوط ما عرف يتعامل معها بشكل جيد اوكي فأدت للمضاعفة او ممكن تكون خطأ ناتج عن الاهمال وهو مثلا طبيب التخدير يغادر غرفة التخدير اثناء التخدير فيصير في مشكلة ما يكون القرار والاجراء والمعالجة تمت بالوقت المناسب فيكون هذا الوقت راح على حساب المريض طيب ما نخوف الناس من عملية التخدير ماذا علي انا كمريض ان افعل قبل ان اذهب الى طبيب التخدير واخوض تجربة التخدير وبالتالي تحضيرا للعملية ماذا افعل لانه لازم يقعدوا اياك هو اكيد اكيد ماذا يفعل حتى ماذا يأكل ماذا يشرب اذا كان مريض بالسكر بالقلب عنده جلطات سابقة او تاريخ اسري طبعا هو بمجرد مريض يحدد له عملية جراحية يوجه فورا لمقابلة طبيب التخدير طبيب التخدير بدوره طبعا بيجري معه لقاء وبتعرف على سيرته المرضية وعلى اذا في عنده حساسية في عنده امراض سابقة وبتعامل معها بشكل خاص كل مريض حسب حالته المرضية بالاضافة طبعا بيعرف عن المريض تجاربه السابقة مع التخدير الادوية اللي بياخدها المريض وبالتالي بعدين بيقدر يعطيه النصيحة ايش لازم يعمل المريض علشان يمر في تخدير آمن وسليم وبأقل الأضرار والمضاعفات يعني من النصائح طبعا اللي بتصير طبعا ما رح نحكي على شغلة الصيام وبس الصيام هذا جزء وهو جزء اخير يعني اليوم قبل 6 ساعات او قبل 8 ساعات من التخدير يتوقف عن الأكل قبل مثلا ساعتين لأربع ساعات عن الشرب ولكن في أمور أخرى يجب على المريض انه يعني يبلش من اليوم الأول بتحديد او مقابلة طبيب التخدير يبلش يشتغل عليها اللي هي اولا انه يبلش يبعد عن الاسترس لانه انا بدي مريضي لما ييجي لعندي يكون في احسن احواله الجسدية والنفسية كمان فلو بدأنا بس بالنفسية يبعد عن مناطق الاسترس يبعد عن الأعمال الممكنة يعني تثيره او يعني تشغله او تعصبه ياخد قسط من الراحة القسط من الراحة جدا مهم يعني انا بدي مريضي لما ييجي حتى اليوم العملية يكون نايم ومرتاح وجايم نفسية جيدة طيب دكتور يعني هل يختلف نسبة الامان بالتخدير العام عن التخدير مثلا النصفي او التخدير الموضعي يعني ماذا تفضلون عادة وهل فعلا التخدير العام له اضرار بعيدة المدى خلال يعني السنوات القادمة يقولوا يضاعف الذاكرة ما ادري اذا صح الكلام او لا طبعا من لقاء المريض بطبيب التخدير وبالتقدم الكبير اللي حصل في التخدير اصبحنا عنا خيارات كثيرة من ضمنها التخدير العام ممكن نفصل له التخدير العام حسب حالته نختار له الادوية والطريقة المعينة اللي ممكن تتناسب مع حالته الصحية وزنه عمره الى اخره وعمليته الجراحية ممكن كمان نختار له انواع اخرى من التخدير اللي هي ممكن تخدير النصفي او تخدير الايبيديورال او الام الجافية او حتى حديثا التخدير الجزئي يعني مريض بدي اعمل عملية على الايد ممكن اخدر له بس الايد عن طريق تخدير الظفيرة العصبية نعم ممكن اذا بدي اعمل على الرجل ممكن اعمل له تخدير بس للرجل حتى في بعض من التقدم الكبير اللي حصل انه حتى ممكن نخدر اجزاء معينة في الجسم يعني كل يوم في طرق جديدة وفي تقدم وهذا سر من اسرار نجاح حتى الجراحات وتعددها دكتور الان خلينا نذهب الى اسئلة المشاهدين هي اسئلة عامة كثير ما يحصل خطأ في التخدير مش مكاملة يا شباب يعني افهم بشكل عام التخدير بحب اطمي الجميع التخدير الحديث تخدير امن بصفة عامة والمضاعفات اللي قد تحصل من التخدير يعني قليلة جدا 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 بسبب طبعا تطور الاجهزة يعني اصبحنا نراقب كل شيء في الجسم حتى النفس ضغط الهواء نسبة التخدير في الجسم نسبة وعي المريض يعني ممكن ادخله في لا لا ادخله في وعي في ديب اكتر او عميق يعني ابعده كتير او ممكن اخليه نومه يكون سطحي شوي ولكن نايم اتأكد انه هو نايم اعرف كي ممكن اراقب له حتى ضغط الدم على كل نبضة من نبضات القلب ممكن اقس له سوائل الدم سوائل الجسم كل هاي شغلات تعطينا يعني قدرة اكبر على التحكم والسيطرة طيب دكتور في سؤال ثاني عندنا عندي سؤال الدكتور عندي اخي عمره 18 سنة يعاني من اللحمية في الحلق عملنا العملية التخدير الموضعي ما يأثر في التخدير كامل من الصعب طبعا اجراء هايك عمليات بتخدير الموضعي يجب تخديرها ولكن هاي عملية بسيطة يعني والعمر صغير واتمنى لها السلام ان شاء الله ما هي مخاطر حقنة تخدير للحبل الشوكي في الظهر اثناء الولادة القيصرية هذا يقولون للنساء الابرة السحرية طبعا طبعا هاي محبوبة يعني وانا دائما بفضلها وبنصح فيها طبعا ما غير خافر منها ابدا 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 هي كل المخاطر تبعتها الممكن تسير هي شغلات بسيطة واغلبها تعالج بالوقت يعني اثناء الابرة او حتى اثناء اعطاء الدواء في هذه الابرة وهناك نوعين من المخاطر قد تحصل اللي هي ممكن صداع او وجع اسفل الظهر او الام في اسفل الظهر وهاي عادة ما يعني تحل خلال اسبوع لاسبوعين بالاعلى الاكثر وهي غير يعني شغلات مزمنة يعني ولا مضاعفات مزمنة شكرا لك يا دكتور دكتور علي زهران اختصاصي تخدير وعلاج الالم كان معنا اليوم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة